بسم الله الرحمن الرحيم ولشيخنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات في رسالته الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية قال رحمه الله تبارك وتعالى وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وهذا باب يطول وصفه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلا يزال المصنف رحمه الله في بيان وسطية أهل الإسلام في أهل الملل وأن ملة الإسلام هي وسط في كل الأبواه ومن ذلك أنهم وسط في أمر الحلال والحرام بين الغالين والجافين فإن اليهود حرموا ما أحل الله لهم من الطيبات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات طيبات أحلت لهم ولذلك قيل إن المحرمات ثلاثمائة وستون نوعا كلها محرمات على اليهود وشدد عليهم أيضا في النجاسة لا يؤاكل الحائض ولا يجامعوها في البيوت هذا كله من الغلو الذي نزه الله جل وعلا عنه أهل الإسلام وجعلهم وسط لا غلو ولا جفاء فالنصارى في الجانب الآخر هؤلاء حرموا الطيبات وجملة من الطيبات حتى قال الله جل وعلا عن إسرائيل الذي هو يعقوب يحل لهم الطيبات وليحل لكم بعضا الذي يحرم عليكم فهذا يدل على أن اليهود حرمت طيبات أحلت لهم وفي المقابل النصارى استحلوا ليس فقط أنهم كانوا مع الطيبات وإنما حتى الخبائث استحلوها وجميع المحرمات وجميع النجاسات باشروها قال الله وليحل لكم بعضا الذي يحرم عليكم عن المسيح عليه الصلاة والسلام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فهؤلاء اليهود والنصارى حرموا اليهود حرمت ما أحل الله من الطيبات والنصارى استحلوا ما حرم الله من الخبيث والمستقدر والمستقدر مما هو كل حلال فهو طيب وكل محرم هو خبيث هو خبيث يحل لهم الطيبات الطيبات أحلها الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويحرم عليه الخبائث كل الخبائث محرمة لذلك فإن دنا قاعدة كل ما ثبت خبذه ولم لم ينص عليه بعينه فهو محرم تناوله وطعامه ولو لم ينص على عينه فمثلا الدخان الدخان لم نجد في الكتاب أو السنة التحريم لعين الدخان لأنه أمر جديد لكننا نحرمه من باب أنه من الخبائث من الخبائث لأنه مضير بالصحة متلف للمال وجالب للروائح الخبيثة والمجالسة السيئة فيحرم من هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعته وربه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى ليشبهوه بالمعدوم والموات وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف وتمثيل نعم كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل فإن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق والنحل الإسلام وسط بين أهل الملل وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الفرق والنحل فهم في باب أسماء الله وصفاته في باب أسماء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل أهل التعطيل يلحدون في أسماء الله وصفاته يعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهه بالمعدوم والموات أهل التعطيل ثلاث فرق مشهورة الفرقة الأولى عطلت الأسماء والصفات نفت عن الله الأسماء ونفت عنه الصفات وهم الجهمية فقالوا ليس الله بسميع وليس له سمع فليس بسميع ولا يسمع ولا بصير ولا يبصر فنفوا عن الله الأسماء ونفوا عنه أيضا الصفات فشبهه بالمعدوم المعدوم هو الذي ليس له لا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عنده قدرة ولا قادر ولا عنده إرادة ولا عالم ولا عليم فنفوا عن الله الأسماء والصفات من باب من باب النفي لله جل وعلا عن ما يكون به النقص فهو من باب التنزيه لله جل وعلا فوقعوا في شر ما يقع فيه أهل الضلال وهو التعطيل عطلوا الله جل وعلا من أسمائه عطلوا الله من صفاته الطائفة الثانية المعتزلة المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر قوي بلا قوة فنفوا عن الله الصفات وأثبتوا لله الأسماء فهم أقل حالا من جهة أقل في التعطيل من الجهمية فأثبتوا الأسماء لكن نفوا الصفات الطائفة الثالثة الأشاعرة الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات ونفوا الصفات إلا سبع كل الصفات ينفونها عن الله جل وعلا إلا سبع صفات الحياة فقالوا إن الله حي والكلام قالوا إن الله متكلم والسمع قالوا إن الله سميع والبصر قالوا إن الله له بصر يبصر وأنه يسمع وأنه يتكلم وأثبتوا له صفة الحياة وأثبتوا له الإرادة والقدرة والعلم سبع صفات أثبتها الأشاعر ونفوا ما سوى ذلك من الصفات هؤلاء أهل التعطيل الجهمية والذين ذكرنا أن ابن القيم ذكر أن خمسمائة من العلماء يكفرونه لأنهم شبهوا الله جل وعلا جعلوه كالمعدوم لا سميع ولا بصير وليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا إرادة فهو معدوم والطائفة الثانية على النقيض التمثيل الذين مثلوا الله جل وعلا بالمخلوق شبهوه بالمخلوق فأرادوا الإثبات إثبات الصفات والأسماء لكن قالوا سميع كسمعنا وبصير كبصرنا وهم قلات الشيعة الذين يثبتون الأسماء والصفات لكن يجعلونها يمثلونها بالمخلوقين فكل الطائفتين على ضلال أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل السنة الفرقة التي هي وسط أهل السنة والجماعة هي الفرقها الوسط في باب أسماء الله وصفاته في باب أسماء الله وصفاته فأثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه المشابهة للمخلوقين فأخذوا الخير الذي عند أهل التعطيل وهو التنزيه وأخذوا الخير الذي عند أهل التمثيل وهو الإثبات وتركوا الشر الذي هو عند أهل التعطيل وهو النفي لهذه الأسماء والصفات وسلموا من الشر الذي هو عند أهل التمثيل بمشابهة الله الخالق بالمخلوقين وقال أهل السنة والجماعة قول ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء فنفوا عنه أنه يشابه المخلوقين ليس كمثله شيء لا سمي له ولا ند له ولا نظير فنفوا عن الله ليس كمثله شيء وأثبتوا وهو السميع البصير فنزهوا الله جل وعلا عن المشابهة للمخلوقين وأثبتوا لله الأسماء والصفات هذا معتقد أهل السنة والجماعة فهم وسط وبالمناسبة فإن الفرق التي زاغت عن هذا الحق الذي دل الله جل وعلا عليه أهل السنة والجماعة هو من أكبر أبواب افتراق من افترق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين أو على ثلاث وسبعين فرقة من أعظم أبواب الافتراق في باب الأسماء والصفات فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل المعطلة يعبدون معدومة والمشبهة الممثلة يعبدون صنما وأهل السنة والجماعة يعبدون إلهاً واحداً أهل التعطيل كما قال المصنف يشبهه بالمعدوم وأهل التمثيل يشبهونه بالمخلوق جعلوه كالصنم وأهل التعطيل جعلوه كالمعدوم وأهل السنة والجماعة ليسوا كالمعطلة ولا الممثلة وإنما يعبدون إلهاً واحداً جل جلاله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدر الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدر ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذه مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات نعم كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب الخلق والأمر بين المكذبين بقدر الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وهم الذين يقولون الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل وهم الجبرية الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله لا قدرة لهم ولا عمل ولا مشيئة مجبور فينفون عن العبد المشيئة والقدرة والعمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب لأنهم يقولون لو شاء الله كالمشركين ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء فالذي يعصي إنما عصى بأمر الله وجبرا عليه والذي يطيع جبرا عليه ليس له مشيئة ولا قدرة ولا ولا استطاعة وبالعكس القدرية يقولون إن أفعال العبد ومشيئته ليست من خلق الله فإنما يعصي بإخلقه وإرادته ومشيئته الخالصة وليس لله إرادة ولا خلق ولا مشيئة لأفعال العباد أرادوا بذلك أن ينفون عن الله جل وعلا إرادة المعصية فيقولون الله ما يخلق المعصية لأنه كيف يخلق المعصية ويفعلها العبد ثم يعاقبه عليها هذا ظلم وجور والجبرية يقولون إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأفعال كلها وليس للعبد مشيئة ولا قدرة ولا استطاعة كقول المشركين ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أهل السنة واسط يقولون إن الله على كل شيء قدير وليس كما يقول المعتزلة إن الله على ما يشاء قدير ويقولون ليس الله على كل شيء قدير فإن الشر ليس الله عليه قدير تعالى الله عما يقولون فإن الله لا يخلق الشر لا يخلق المعصية وهذا وهذا ضلال فإن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير كما قال المصنف يهدي العباد ويقلب قلوبهم وأنهم ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا يكون في ملكه إلا فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات وأن العبد له قدرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله لكنها مقيدة بمشيئة الله فلا يشاء العبد إلا أن يشاء الله جل وعلا بقدره وخلقه فهو الذي خلق أفعال العباد جل جلاله وهذه النسبة نسبة خلق وإيجاد ونسبتها إلى العبد نسبة سبب وكسب لنفهم هذا هذه الأفعال التي يفعلها العباد كمعصية الله كزنا مثلا الله جل وعلا خالق كل شيء من جهة الخلق هو خلق حتى الشر وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يعني الشر المحب الذي بلا حكمة لكن الله جل وعلا خلق الشر لحكمة لحكمة ليؤمن المؤمن ويضل للضال ولذلك الله لا يخلق الشر المحب المحب ليس إلى الله الشر المحب ليس إلى الله لكن الشر الذي خلقه الله لحكمة هذا الله جل وعلا خلقه ونسبة الشر إلى الله نسبة إيجاد وخلق ونسبته إلى العبد نسبة كسب وسبب وهذا معتقد أهل السنة والجماعة فهم وسط في باب القدرة والمشيئة والعمل يثبتون أن الله خالق كل شيء وأن العبد له كسب وله سبب في العمل كما قال الله وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان أو يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ومثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته نعم كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد في باب الأسماء يعني تسمية العبد بمؤمن وكافر وفاسق هذا باب الأسماء والأحكام بأنه مؤمن أو كافر والوعد والوعيد وأن ما وعده الله جل وعلا وتوعد به بإما أن يكون على وجه التخليد في النار أو على وجه التعذيب له إن شاء ثم يخرجه بعد ذلك إذا كان من الموحدين وسط بين الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار فيقولون الخوارج يقولون إن صاحب الكبيرة يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار أبدا لا يخرج منها والمعتزلة يقولون بقولهم في أنهم يخرجون من الإسلام أي أصحاب الكبائر يقول يخرجون من الإسلام لكن في الدنيا لا نعدهم كافرين لا يدخلهم في الكفر ولكن هم خرجوا من الإسلام ولا يدخلهم في الكفر إذن أين ذهبوا قالوا في منزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإسلام لا هم كفار ولا هم بمسلمين أين هم؟ قالوا بمنزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإسلام هذا في الدنيا أما في الآخرة فيوافقون الخوارج في أن صاحب الكبير مخلد في النار فهم اشتركوا في أن صاحب الكبير يخرج من الإسلام واستركوا واتفقوا على أن صاحب الكبير مخلد في الآخرة في النار واختلفوا أنه إذا خرج من الإسلام فالخوارج يقولون هو كافر ويدخل في دائرة الكفر والمعتزلة يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين فهؤلاء الوعدية الذين هم الخوارج والمعتزلة يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإسلام بالكلية يخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون شباعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فإن مما ثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعته أنه يشفع لرجال وناس من أمته دخلوا النار وهم موحدون أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها فقالوا هذا ليس بحق كذبوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في السنة والطائفة على النقيض على الطرف الآخر من الذين يقابلون الوعدية هم الوعدية الطائفة فيهم الخوارج والمعتزلة في الطرف الآخر وعلى النقيض المرجئة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة ليست من الدين وإنما الإيمان هو التصديق هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان يقولون الأعمال ليست من الدين وليست من الإيمان أو يكذبون بالوعد والعقاب بالكلية فيقولون أنه لا عقابة لا عذابة مع الإيمان وهو التصديق فليس هناك حاجة للإيمان للأعمال فإيمان من آمن كإيمان أبي بكر وعمر كإيمان الملائكة كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل فيقولون لا يضر مع الإيمان دم هؤلاء ضلوا وهم المرجئة والطائفة الأخرى الذين غلوا فقالوا إذا فعل الإنسان معصية كبيرة فإنه يخرج من دائرة الإسلام وأنه مخلت في النار يوم القيامة جاءت طائفة أهل السنة والجماعة وجاء أهل السنة والجماعة وسط بين الغالين والجافين بين الوعيدية وبين المرجئة فإنهم يقولون يؤمنون بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان ومعهم أصل الإيمان وليس معهم جميع الإيمان لكن معهم بعض الإيمان وأصل الإيمان وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون بالنار لأنهم لأنهم موحدون ومعهم أصل الإيمان بل يخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ومثقال حبة من خردل ومثقال حبة ومثقال خردلة من إيمان ومثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته فنحن نؤمن أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من من مات على الكبيرة ولم يتب منها أنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عدبه حتى يطهره من هذه الكبيرة ثم يخرج بعد ذلك من النار إلى الجنة وأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ومثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يخلد في النار إلا المشرك الكافر الذي ليس في قلبه مثقال حبة من إيمان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسط بين الغالية الذين يغلون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا والأمة بعدهم كذلك وربما جعلوه نبيا أو إلها وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما ويستحلون سب علي وعثمان ونحوهما أو يقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم نعم كذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفتين بين طائفة غلت وبين طائفة جفت الطائفة التي غلت الذين غلوا في علي رضي الله عنه وهم الرافضة الذين غلوا في علي رضي الله عنه ففضلوه على أبي بكر وعمر واعتقدوا أنه الإمام المعصوم دونهما وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا طائفة من الصحابة منهم علي وربما جعلوا بعض غلات الرافضة جعلوا علي نبيا أو إلها أن هؤلاء الرافضة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر ووقعوا في أبي بكر وعمر ووقعوا في الشيخين بل ربما كفروهما ولعنوهما رضي الله عنهما وأرضاهما ففضلوا ليس فقط فضلوا علي على أبي بكر وعمر بل اعتقدوا أنه الإمام المعصوم وأن الصحابة ظلموا بأنهم لم يولوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما الغلات منهم يجعلون علي النبي وأنه حتى أحق من محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو أن جبرايل خان فذهب إلى محمد والحق بها علي أو أنهم يجعلونه إله أن يعبدونه من دون الله جل وعلا فهؤلاء الغلاه ضلوا السبيل وفي المقابل النواصب الذين ناصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وعثمان وكفروهما واستحلوا دماءهما وقتل الخوارج وهم الخوارج وهم الخوارج الذين قتلوا علياً النواصب ناصب علياً وعثمان العداء وقالوا إنهما مستحقين للقتل واستباحوا دماء عثمان ودم علي رضي الله عنه وقدحوا في خلافة علي وفي إمامته وسبوا علياً وعثمان رضي الله عنهما أهل السنة وسط أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتقدون أنهم أي الصحابة جميعاً كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك أنه أفضل الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القرون قرني فأفضل الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه ونعتقد أنهم جميعاً عدول فصحابك وخيار اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا على طبقةٍ واحدة فهم متفاوتون في الفضل هم كلهم عدول وكلهم على وجه العموم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل الأمة ثم أم على وجه العموم هم خير من من بعدهم لا يأتي بعدهم من هو خير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صحابته ثم من بعدهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ولا يأتي أحد من غير الصحابة ويكون أفضل من الصحابة أبدا الفضل سبق به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا معتقد أهل السنة والجماعة هذا أولا ولذلك لا يكفرون أحدا لا يسبون أحدا فضلا عن تكفيره يعتقدون عدالة الصحابة جميعا لا يحتاج إلى أن نعرف حتى من جهننا من الصحابة وجهل حاله فهو عدل لا يحتاج أن يوثق عدول جميعا وأنهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجلونهم أي أهل السنة والجماعة يجلون الصحابة ويعظمون حقهم ويقدرونهم حق قدرهم لكن لا يغلون فيهم بل يجعلونهم في منزلاتهم أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا بمعصومين وأنهم أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على درجة واحدة متفاوتون في الفضل أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم ثم العشر المبشيرين ثم أصحاب البيعة أصحاب الشجرة أسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنفضل من فضل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النص بتفضيله وهو أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ثم أبو بكر بالترتيب الذي كان في خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي رضي الله عنهم فنحن وسط بين الغالين وبين الجافين بين الغالين الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجافين الذين جفوا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في سائر أبواب السنة أهل السنة والجماعة وسط فهم تمسكون بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى فصل وأنتم أصلحكم الله قد منى الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك فإن هذا تمام الإيمان وكمال الدين ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين وفي أهل العبادة والزهادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين فإن قدماء المشايخ الذين كانوا قبلكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم والشيخ عدي قدس الله روحه هنا ابتدأ الشيخ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في نصح الطائفة العدوية فابتدأ ببيان ما من الله به عليهم من الانتساب للإسلام وهذا من أعظم النعم أعظم بل هو أعظم النعم إن الانتساب للإسلام أعظم نعمة من الله بها على المسلم أن جعلك مسلما ليس ليس هناك نعمة تعدل نعمة الهداية للإسلام من الله عليكم بالانتساب للإسلام الذي هو دين الله هذه طريقة رائعة من شيخ الإسلام قبل أن ينصح ويبين الأخطاء يبين المحاسن وهذا من عدله وإنصافه وحسن وحسن كلامه ولطفه وفهمه وفقهه رحمه الله أن ذكرهم بمنن الله عليهم وأعظم منه الانتساب إلى الإسلام والمعافاة مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب قال والإسلام أعظم النعم سبحان الله الإسلام أعظم النعم وأجلها أعظم النعم وأجل النعم وأكبر النعم وأفضل النعم وأحسن النعم نعمة الإسلام فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم ذكرهم بما عافاهم الله به من الانتساب إلى السنة لما بيّن بيّن ميزة أهل السنة والجماعة على سائر على سائر الفرق والنحل ذكرهم بالمنة من الله عليهم بالانتساب إلى السنة والمعافاة من البدع المضلة كبدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية وغيرهم من أصحاب البدع المضلة الذين بيّن فيما سبق ضلالهم وأن أهل السنة وسط في هذا الأمر وهذا قال وهذا من أكبر نعم الله من أكبر من الله على من أنعم الله به عليه أن جعله مسلماً وجعله من أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين أهل الفرق والنحل والنحل ثم قال ولهذا أي لما منَّ الله عليكم به من الإسلام واتباع السنة كثر فيكم أهل الصلاح والتديّن وأهل الجهاد بما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعة وما زال عساكر مسلمين ونصورة بجنود الله المؤيدة منكم من هذه الطائفة ما يؤيد الله به الدين ويعز به أهل الإيمان وفي أهل العبادة والصلاح والزهد والزهادة منكم من الأحوال الزكية بالأعمال الصالحة الأحوال الزكية بالأعمال الصالحة والطريقة المرضية باتباع السنة وله من المكاشفات والتصرفات المكاشفات بما كشف الله جل وعلا بهذا الوضوح في منهج الإسلام وأهل الصنة والتصرفات يعني بالتعريفات التي عرف الله جل وعلا بها أهل السنة والجماعة بالطريق الصحيح وليس التصرفات التي يقولها المتصوفة بأنهم يتصرفون في الكون وغير ذلك حاشا شيخ الإسلام من تيمية أن يقول ذلك وإن المقصود التصرفات بالتعريفات بما عرف الله جل وعلا هذا الصراط المستقيم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ما جعل الله لهم من لسان صدق بقدماء المشايخ مثل الملقى بشيخ الإسلام بالحسن القرشي الهكاري وبعده الشيخ العارف عدي بن مسافر الذي تنتسب له هذه الطائفة وسيأتي بيان حال هذه الطائفة وما كان عليه مشايخها في المجلس القادم بإذن الله نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص الأقوال والأعمال وأن يهب لنا من لدنا غشدة وأن يجعلنا هداتا مهتدين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين